موسيقى 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 اهلا سهلا فيكم من جديد لكل المشاهدين يمكن في مننا سماع ويمكن في مننا زار وبكل فخر بنقول ان تم افتتاح المستشفى الاستشاري العربي في فلسطين اللي كمان رح يعطي فرصة لكفاءات طبية للعمل داخل فلسطين نحكي اكثر عن الخدمات اللي بيقدمها المستشفى للجمهور المهتم كمان ويمكن هلا نشوف اذا في دعوة كمان للزيارات الناس تشوفها بسعدنا يكون معنا من داخل الستديو الدكتور أشرف سلام اليوم هو احنا متصدفينه مش هو عم متصدف من خلال برنامجه على قناة الفلسطينية وهو المدير الطبي للمستشفى الاستشاري العربي صباح الخير دكتور وهلا وسهلا فيك صباح الخير رندق وصباح الخير اليك ولكل الزملاء والاخوة المشاهدين متعود تسأل اه مش تنسأل متعود اكون اه في موقف المتحكم في الموضوع مش المسؤول طيب يعني اليوم نكون خفاف دم عليك ان شاء الله تدائما خفيف الدم دكتور يعني تحكينا اكثر عن تم افتتاحه رسميا وكان ايضا بوجود الرئيس محمود عباس في الافتتاح تحكينا كيف كان الافتتاح بداية يعني في البداية احنا تشرفنا بزيارة وافتتاح المستشفى من قبل فخامة الرئيس محمود عباس احنا يعني كتير كنا سعيدين لوجود سيد الرئيس معنا لعدة اسباب اول شيء لانه هو الاب الراعي لكل المؤسسات الطبية وهو رائد فكر بناء الدولي والمستشفى الاستشاري يأتي في هذا السياق لانه الدولي ليست عبارة عن مجرد شعار يرفع او علم يرفع بقدر ما هو بناء دولي حقيقي من مؤسساتي فاحنا تشرفنا بزيارته بالافتتاح كنا سعيدين جدا كان احنا يعني جميع الموظفين والزوار كانوا شعارين كأنه يوم عيد وفعلا كان يوم عيد جميل جدا احنا كان الافتتاح في ظروف شوي كمان بجوز طقس مش كتير مساعدي ولكن حجم الجمهور والناس والاخوة والمشاركين معنا في الافتتاح اكبر مما احنا كنا نتخيل وهذا بيعكس اهتمام الناس بشكل عام والمؤسسات بوجود صرح طبي مثل المستشفى الاستشاري العربي ممكن اثارك في البداية ما يميز المستشفى الاستشاري العربي عن مستشفيات اخرى يعني عايشة اشتغلته عشان يكون فيه هناك ميزات خاصة بهذا المستشفى يعني انا بحب اكد في البداية على انه المستشفى الاستشاري العربي هو مستشفى لكل ابناء فلسطين عشان نرسخ هاي القاعدة في البداية انه ليس لفئة معينة هو لكل ابناء فلسطين هو مستشفى خاص بدأ البناء فيه من خمس سنوات على مساحة 14 دولوم و14 طابق الآن فيه بمساحة 25 ألف متر مربع جاهزة للعمل في المستشفى الاستشاري العربي رح ينقسم العمل في المستشفى على مرحلتين يعني بحكم تعرفين معطيات البلد والتدرج في العمل وهذا الشيء طبيعي رح ينقسم المرحل الاولى على 150 سرير مع 9 طوابق عاملة وسيبقى 5 طوابق للسنة القادمة ان شاء الله رح يتم افتتاحهم طبعا ليش خليناهم الخمس طوابق لهدف مهم جدا وهو انه احنا خلال السنة هاي سيتم دراسة بالتعاون مع زملائنا في المستشفى الخاصة الاخرى او مع وزارة الصحة طبعا للوقوف على الحاجة الطبية المطلوبة في البلد عشان لما نفتح قسم جديد ما يكون موجود مثله في اي مكان تاني او يكون فعلا الحاجة ما السلئ له من هون بيجي الفكر الاستراتيجي للمستشفى الاستشاري العربي طاقة الاستعابية احنا عندنا رح يكون 350 سرير سنبدأ ب150 سرير ومنهم 75 سرير نوعي نوعي بمعنى شو؟ نعم بمعنى عندك العناية المكثفة القلبية العناية المكثفة العادية وحدة العناية القلب المتوسطة وقسم الخدج المجهز باحدث الاجهزة طبعا هذه الاسرة هي نوعية وفي حاجة كبيرة جدا في دولة فلسطين لهذا النوع من الاسرة عن الكفاءات الموجودة في المستشفى او اللي تم استقطابها من اجل العمل في هاي المستشفى هل هناك ما يميز هذه الكفاءات او اشتغلتوا عنه يكون فيه هناك ايضا شيء بميزهم؟ يعني احنا في البداية كانت الدراسة بتقوم على ما هي الخدمات الطبية اللي احنا بحاجة لها في فلسطين ومن ثم بنجيب احنا بنروح بنجيب الفارس تبع الخدمة هاي طبعا في عنا مجموعة كبيرة جدا من زملائنا الاطباء اللي تم استقطابهم سواء من اخواننا اللي بيشتغلوا في المستشفيات الاسرائيلية او اللي بيشتغلوا في دول اوروبية يعني رح اجيب لك مثل بسيط جدا احنا في عنا قسم الجراحة العامة جراحة المناظير تم وزراعة الاعضاء تم استقطاب دكتور بعض الاطباء اللي بتم اصلا تحويل المرضى اللي هم الى داخل اسرائيل يعني وزارة الصحة بتحول الناس اللي عنا عليهم على اسرائيل فاحنا تم استقطابهم عنا في المستشفى منهم دكتور رجائل حسيني اخصائي او استشاري جراحة الاوعية الدموية والشرائيين والقسطرات ودكتور عبد خلايلي واحد من افضل من يقوم بزراعة الاعضاء في المستشفيات وكمان طبعا البروفيسور رفعة الصفة دي وهو بروفيسور حاصل على رتبة بروفيسور في زراعة الكبد طبعا ومشاكل الكبد طبعا كمان من خارج البلاد تم استقطاب ان شاء الله راح يكون معنا مجموعة من الاطباء من المانيا من الدينيمارك من النرويج من مصر فاحنا في عنا قطاعات كبيرة جدا تم استقطابهم ولكن الخدمة هي الاساس احنا شو اللي بدنا نقدمه للناس يعني اوكي المستشفى عادة بيقدم جميع الخدمات ولكن في خدمات مميزة يجب ان تكون في داخل الاستشار العربي لانه اعتقد انه هو الان اصبح الصرح الطبي الاكبر في دولة فلسطين اللي نتمنى انه يكون فيه له موازي ويكون فيه بدل الواحد تنين وثلاثة وأربعة لانه هذا في النهاية يخدم مصلحة المواطن سألتيني بخصوص الخدمات الطبية راح اجاوبك بشكل يعني سريع ومرورا على الاشياء العامة وخاصة انا قلت كمان انه فيه هناك ما يميز هاي الخدمات المستشفى الخدمات العامة التي تقدم في كل المستشفى تقدم في المستشفى الاستشار العربي من ولادي من قسم جراحة من قسم الباطني السكري الغداد كله موجود ولكن ما هي الميز المضافة الى المستشفى الاستشار العربي اول شيء سيكون هناك جميع الجراحات التي ستتم في المستشفى راح تكون من خلال المناظير زمان كنا نعمل العمليات نفتح البطن من الدان للدان زي ما بقولوا اليوم العمليات كلها بتتم من خلال المناظير مما يوفر طبعا في الشجروح يوفر الوقت والجهد والعناء للمريض هاي اول شيء طبعا الخدمات الجديدة المضافة لانه هو قسم القسطرة وجراحة القلب اللي راح يكون مميز ان شاء الله بالخدمات اللي بيقدمها من ناحية الطرق التشخيصية والعلاجية واللي راح يقوم عليه مجموعة من زملائنا الاطباء منهم فيه البروفيسور أشرف السباعي البروفيسور جراحة القلب والصممات اللي هو طبعا مصري ولكن قلبه ينبض فلسطيني يعني وسيكون عندنا ان شاء الله كمان الاشي الجديد في فلسطين راح يكون عندنا في حكين في الضفة بلاش في فلسطين راح يكون معنا كمان جراح قلب للأطفال وهذا شيء احنا بيحاجل له في فلسطين بشكل كبير جدا الاشي الجديد كمان جدا اللي مش موجود منه عندنا في المنطقة هو العلاج بالأشعات التداخلية يعني ايش؟ يعني زمان كنا احنا زمان كنا اللي بيصيبه مثلا جلطة دماغية خلاص كتب عليه ربنا انه شلل نصفي وضعف لا اليوم في عندنا الفارس وعندنا الجهاز اللي بيشطل عليه الفارس وهي ان اذا المريض صابوا اي جلطة دماغية بيمكانوا اذا لجأ الى المستشفى لتلقي العلاج مباشرة خلال اربع ساعات من حدوث الاعراض تاني يوم بروح ماشي زمان كنا نصير جلطة دماغية يعيش طول عمره بعاها مستديمي او باعاقة خليلا نسميها وهو انه لسانه تقيل مش مركز كتير النسيان والشلل اللي عادة بيكون نصفي تخيلي اليوم اذا اجل خلال اربع ساعات بنعمله قسطرة بنفات كيف بنفات على شرايين القلب نفس الشي بنفات على شرايين الدماغ وهذا غير موجود في عندنا هذا بيقدني لسؤال انه من الواضح انه التقنية طبية بدها تستدعي وجود اجهزة طبية حديثة ايضا اذا احنا بنحكي عن هاي التقنيات هل هذا متوفر هذا كمان اكيد الطلب منكم وضع ميزانيات وتركيز على يعني جلب ايضا هاي التقنيات او الاجهزة الطبية هي موجودة اليوم فيه كمان اجهزة حديثة بنفس القدر اللي عم تحكي عن الخدمة يعني نعم يعني سؤالك جميل واشكرك على السؤال احنا كان في يعني احنا كأطباء قبل الناس كان زمان يكون عنا الحلم انه الاشي اللي بنشوفه برا نفسنا يكون عنا في بلادنا عساس انه احنا نقدر يعني نقدم خدمة طبية اليوم كل الاجهزة اللي انا بتحدث عنها موجودة داخل المستشفى الاستشار العربي من تقنيات من يعني جهاز القسطرة الدماغية والقلبية والطرفية هو الاحدث في منطقة الشرق الاوسط هو احدث جهاز في منطقة الشرق الاوسط ولا يوجد له مثيل الى الان في منطقة الشرق الاوسط فبالتالي هذا كان القسطرة القلبية كمان العادية كمان هو احدث جهاز موجود طبعا في مستشفياتنا التانية موجود اجهزة قسطرة وقلهم كل الاحترام فبالتالي هاي الاجهزة موجودة وفي عنا كمان احنا خطط كمان مستقبلي الجديد كمان الجديد جديد كتير اللي راح يكون في دولة فلسطين وهو مختبر الجينات اللي راح يقوم عليه البروفيسور مؤين كانعان هذا راح يقدم خدمي لقطاع كبير جدا من ابناء شعبنا بدل ما كنا نبعث الفحوصات على دول الجوار اليوم احنا بإمكاننا إجراء هذه الفحوصات داخل دولة فلسطين يمكن هاي النقطة مهمة لانه كمان كتير من الحالات اللي كانت تحويلها اما لمستشفيات في داخل المناطق المحتلة عام 48 او تحويلها وعناء السفر بالتالي اليوم احنا نكون ساعدين بس يكون في فتح لخدمات واقسام جديدة سواء في مستشفياتنا موجودة أساسا او انه بس عبنا نحكي عن اقسام موجودة رح يتم افتتاحها كما في مستشفى الاستشاري العربي هذا بالطلب يكون في تعاون ويكون في توصيات ايضا بتحويل او بي انه في عندنا اطباء هاي المستشفى تقدر تعمل هاي العمليات هل هذا النوع من التعاون ويتوفير هاي الخدمة موجود وفي نقاش عليه يعني طبعا في البداية تقليص احنا احنا ما بنقولش تقليص التحولات بقدر ما بنقول تخفيف التحولات او حتى انهاء التحولات على دول الجوار هذا حلم السيد الرئيس ومن هون كان بداية بناء المستشفى الاستشاري سيد الرئيس من خمس او ستة سنين في احدى الاجتماعات كان يحلم بانه ايقاف التحولات على دول الجوار وان يبقى المواطن الفلسطيني موجود داخل فلسطين من هون انطلقت فكرة الاستشاري من هذا الاساس فاليوم احنا طبعا اذا من نتحدث عن موضوع التحولات اول اشي لازم يكون واضح للجميع ان المستشفى الاستشاري العربي لم يأتي الا ليكمل منظومة صحية الموجودة في دولة فلسطين سواء من مستشفى وزارة الصحة او من القطاع الخاص فهو ليس منافس لأحد بقدر ما هو مكمل للخدمات الموجودة عشان هيك احنا طبعا نأمل من الله انه احنا الخدمات اللي دخلناها الجديدة على المستشفى الاستشاري العربي انه يكون ان نخفف من عناء في البداية المواطن الفلسطيني وان نقلل بل ان ننهي موضوع التحولات طبعا من هذا بهذا الموضوع احنا تواصلنا مع الاخوة في وزارة الصحة ورفعنا طبعا اللي هو ننتظر توقيع اتفاقية معهم قريبا باذن الله مع دائرة شراء الخدمي والرئيس في الزيارة الاخيرة اكد وقال يعني يجب توقيع اتفاقية مع هذا المستشفى لانه ما في سبب انك ما توقع شو تبعت الناس برا واعتقد طبعا زملائنا واخوتنا في وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير جواد عواد مدركين لهذا الموضوع واكيد رح يعملوا في اقرب وقت قريب على انهاء هاي الاتفاقية بس انا بدا احكي شغلة مهمة جدا في التحولات تحولات عشان يكون لكل عارف مش بس لاهل الضفة لاهل الضفة ولغز وبرجع وبأكد على القاعدة الاساسية المستشفى الاستشاري العربي هو لكل ابناء فلسطين ونخص منهم من هم يعني قليلي الحيلة في الوصول الى اماكن اخرى للعلاج احنا رح نقدم لهم الخدمة الكاملة ان شاء الله نتمنى كمان هذا يكون فعلا فعل وتطبيق على الارض ويمكن الشهر القادمة هي لكمان شاء الله يعني يكون فيها التطبيق حاضر سؤالي يعني عن اسعار وتكليف يعني عادة ان القطاع الخاص هو اكثر احنا منساعدين وفخرين بهذا الشعار انه هي لكل فلسطين ولكن مش كل فلسطيني قادر انه يتعالج في مستشفيات خاصة فممكن توضحنا اكثر ان هذا كمان اكيد بهم الناس عن هاي الجزئية اكيد مناش تسعرات ولا بدنا لكن في الاطار العام نعم شوفي يعني خليني ابدأ في البداية انه اذا فكرنا في المستشفى الاستشاري العربي وحسب ما ورد على لسان رئيس مجلس الادارة دكتور سالم ابو خزران التكلفة الاجمالية وصلت الى 60 مليون دولار لو اجينا انا وياك وكل المشاهدين وفكرنا يعني 60 مليون دولار يحطوا في قطاع صحي بالنسبة لبلدنا كبير بس اللي قام على هذا الموضوع هو فكر من ناحية وطنية في البداية ومن ناحية خدماتية لانه لو بنحكي على بزنس كان الاستثمار في اشياء تانية بجوز كتير احسن واحسن ماديا بقصد ولكن الفكر الوطني هو الاساس الفكر الصحي الوطني كمان هو الاساس فمن هون احنا بنرجع بنقول لا اسعارنا هي اسعار تشابه جميع المستشفيات الخاصة الموجودة في المنطقة وان كان في بعض احيانا الزيادات البسيطة ولكن كمان احنا مستشفى يقوم عليه ناس عندهم عندهم بعد اخلاقي وانساني اذا شعرنا في المستشفى الاستشاري العربي بان هناك احتياج لاي مواطن انا بحكي احتياج حقيقي لمساعدة سنكون اول من يمد ليد العون وهذه التعليمات او هذه القرار هو قرار مجلس الادارة وقرار الدكتور سالم انه احنا مش عاملين المستشفى عشان نربح احنا عاملين المستشفى عشان نختم البلد فانحنا بنقول لكل الناس انه اسعارنا يعني موازية للمحيط وان كان عندنا التكاليف المصاريف الشهرية ستكون اعلى بكثير من اي مستشفى موجود ولكن اسعارنا مشابهة للاسعار الموجودة وفي نفس الوقت طبعا رح يكون جزء كبير من الناس اللي عايز او اللي بحاجة انها تتعالج من خلال التحويلات الطبية واللي مش رح يقدر يعني بقولها في برنامج الله يصبحكم بالخير اللي مش رح يقدر يحصل على اي تحويلة او ما عنده امكانية وهو بحاجة فعلي لأي علاج احنا المستشفى الاستشار العربي سنكون اول من يوم ديد العون لكل ابناء شعبنا كل التوفيق شكرا للك على الوقت وعلى هاي المعلومات وهي فرصة كمان للجمهور يسمع اكتر عن هذا المستشفى بكل فخر واعتزاز كمان احنا فخرين بوجود مثل هاي المستشفى مثل هاي الكوادر اللي بتشتغل لخدمة الجانب الطبي في فلسطين اعطيك الف عافية شكرا جزيلا مشاهدين انتقل الزميلة ريمة المصري ومستكم المحطات نخليكم معنا